كتير من الامهات بتشتكي ابني مش بيحب المذاكرة دايما يشعر بالملل بمجرد انه يمسك الالم وينظر للكراسة بتاعته يبقى عنده مليون سبب علشان يتهرب مني اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مسمام التعليمية اليهرده يا مامي التعليم معايا ازاي تخلي ابنك يحب المذاكرة في اربع خطوات فقط تابعي معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادي لانها بجد والله طريقة مجربة فعلا قبل ما نبدأ اتدعموني لايك الفيديو وشير ما تنسوش تشكو في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد يلا يا اصدقائي نبدأ مع بعض الخطوة الاولى صح بي يعني ايه؟ يعني ان يزيل المستوى تفكير ابنك اعرفوا منه ايه اللي بيحبه اعمليه ايه اللي بيفرحه واعمليه ابدأ يا مامي انت الاول لما ديجي من حضنته او مدرسته استقبليه بابتسامة وحضن كبير قوليلو وحشتني اعملي كمان وجبة هو بيحبها وقوليلو تعال اشوف انا عملتلك ايه؟ علشان انا عارفة قد ايه انت بتحب الوجبة دي قوليلو اغسل ايدك وتعال اساعدني بتحضير الغداء سواء كان ولد او كانت بنت خليه يشارك معاك في كل حاجة وهو بيساعدك احكي معاه واعرفي النهاردة يومه كان عاملي ازاي في المدرسة اخد ايه؟ اعرفي منه ايه اللي بيضايقه؟ مين اصحابه؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ مين المعلم اللي بيحبه؟ ايه المواد اللي بيحبها؟ بعد ما تخلصي الغداء ادخلي معاه القضاء بتاعته امسكي اي مادة هو مش بيحبها هو مش بيحب يذكرها احكي عن نفسك قد ايه انت كنتي بتحب المادة دي وانت صغيرة وانها كانت سهلة طبعا يا مامي لازم تكوني مذاكرة للمادة كويس وقوليلو انت كمان بتحبها زي مامي؟ طبعا هو هيقولك لأ قوليلو ليه كده؟ تعال انا هزكرلك بطريقة سهلة وبسيطة علشان اوريك قد ايه انا كنت شطرة طبعا هو هيستقرب من طريقتك دي في طفل هيتقبل وطبعا ايه ده هيكون شيء كويس وهيستمر معاك وهيبدأ يقرأ ويكتب اما في طفل تاني هيقولك لأ مش عاوز يبقى لو رفض نبدأ على طول بالخطوة التانية كوني قدوة لابنك او بنتك يبقى الخطوة التانية كوني قدوة لابنك او بنتك ازاي يا مامي امسيك الكتاب وابدقي اقرأي الدرس بصوت عالي امامه وعلى وجهك ابتسامة وابدقي اشرح لنفسك وفجأة اوقفي عند نقطة معينة وخليه يشارك معاك الدرس كأنك مثلا مش عارفة تكملي ابدقي نقشين واعرفي منه ازاي المعلم شرح النقطة دي ولو معرفش دوروا مع بعض عليها من خلال الانترنت او قولي له ان هو يسأل عليها المعلم غدا لانك حابة تعرفي النقطة دي علشان دايما تكوني الافضل بعد كده ابداي احكي ليه على انجازاتك وانك كنت مجتهدة وقولي له انك حابة تشوفيه فيه منصب عالي سواء كان دكتور مهندس معلم ضابط المهنة اللي هو بيحبها اسأليه عن طموحه وانه هو علشان يحقق طموحه لازم يذاكر ويتعلم ويحب المذاكرة والمدرسة وانه اللي مش بيحب يذاكر ومش بيكتهد مش بيحقق طبعا طموحه وحتى طبعا خلال الاجازة بتاعته بيفضل يذاكر ومش بيستمتع بالاجازة بتاعته طبعا يا مامي انا لازم اتكلم مع ابني وفهمه كل الحاجات دي بعد كده بنبدأ بالخطوة التالتة الاتفاق يعني ايه اتفاق يعني اني انا اتفق مع ابني انه خلال اليوم هنخصص وقت للواجب وليكن مثلا ساعتين هنخصص وقت للمذاكرة وليكن ساعتين مثلا هنعمل كمان وقت للعب وليكن مثلا ساعة وهتفق مع ابني كل ما هيخلص بدري هيلعب اكتر وطبعا يا مامي شاركي معاه اللعب والالعاب بتاعته الخطوة اللي بعد كده طبعا لسه احنا في الاتفاق هنعمل جدول والجدول ده هنعلقه على الحيطة بعدد ايام الاسبوع كل ما بينفذ حاجة احط له لجمة لو التزم بالجدول ده لحد نهاية الاسبوع يبقى هنا جيه دور المكافأة طيب هنكافؤ ازاي اول حاجة ممكن اكافؤه اني اشتري له حاجة هو بيحبها اخرجه المكان معين هو بيحبه اجيب له هدية هو بيحبها وكان عاوزها كمان يا مامي في حاجة مهمة لازم تعرفيها ابعدي عن ابنك او بنتك التليفون او التابلت او اي حاجة تعمل تشتت لانتباه ابنك او بنتك علشان تعرفي ان التليفون من اهم العوامل اللي بيخلي ابني او بنتي مايحبش المذاكرة بعد كده هنبدأ مع بعض الخطوة الرابعة وهي طريقة المذاكرة خلي يا مامي المذاكرة دايما عن طريق اللعب والاغاني والرسم والتالوين يعني لو مثلا حتذكر مع ابنك درسه عن الحروف خليه يسمع اغاني عن الحروف هاتي اي اغنية من عالي اليتيوب وسماعيها لابنك وغني معاه باستمرار وعملي جو من المرح واستعادة في البيت علشان يكون مستمتع معاكي ولو مثلا هتعلميه درس عن الحروف ان هو يكتب الحروف او كلمات عن الحروف اعمليها بشكل عريض ويخليه يلون ويرسم من رسمة تدل على الحرف خليه كمان يلون واللي هو سنه كبير ويذاكر مثلا درسه عن الكواكب ادخلوا على النت مع بعض وعملوا سيرج او بحس يعني عن الكواكب وخليه يشوف الكواكب والنجوم من خلال استوار او من خلال فيديوهات كتيرة ونقودها على اليوتيوب بعد كده عندي اهم نقطة في المذاكرة اثناء المذاكرة استخدم الكلمات برافو شاطر ممتاز هايل رائع احسنت وكمان بكل اجابة سؤال وسؤال هو بيجاوب عليه اديه له حضن كبير لانه هو ملتزم وشاطر يعني ضميه جامد لقلبك وعاوز اقولك الحضن ده سر خطير وخصوصا مع الاولاد والحاجات اللي مش عالف يحفظها اكتبيها في ورقة وعليقها على الحيطة هيحفظها لانها هتكون قدامه وبعينه باستمرار هنلاقي كمان على كراساته استكارات وكمان ياريت يا مامي تشاركي معاه في تزدين الكراسات بتاعته بالاشكال والرسومات الجميلة كمان اعملي لوحات وخليه علقها في الفصل مكتوب عليها اسمه حاجة كمان ياريت يا مامي تتبع المستواه مع المعلم واتفقي مع المعلم على انه يكفقه حتى لو بألم او بأستيكة هتي كمان صبورة وألم وعلقيها في قطه وخليه يذاكر عليها وكل ما ينسى يكتب عليها الكلمات والحروف والارقام وكمان ممكن يستخدمها في الرسم والتلوين كمان امدحي دايما أمام أقاربه وأخواته عدم مقارنته بأصدقائه لأنه هيولد عنده الحقد والقراهية ودي يا مامي كانت الخطوات بتاعتي يارب أكون قدرت تقفتكم لأعجبكم الفيديو لايك وشير وما تنسوش تشيكوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ينسلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة